داود الشينوية ما هو مضمو الشيكاية من مكان القوم هم اللي كيوقفوا بجنبنا في كل المشكل كان قدروا نتعرضوا له وكذلك لتنظيف الميديا المغربية من هاد النماذج الاسف شديد التي تسيء المجتمع المغربي وتسيء الابناء دينا الشيكاية كان سبق لها الاخ المنسق الاقليمي ديال المنظمة اللي هو محمد سكاكين معروف مولكا سكيطا واللي في اطار الاستشارة معانا ومعا بصفة المنسق وطاني وكذلك مع السيد الامي العام لقينا انه من الواجب علينا اننا نحطو هذا الشيكاية وهذا الشي اللي قام بالاخ دينا محمد سكاكيك مشكور من اجل كيفما قلت تنظيف الميديا المغربية وانقاد ما يمكن انقاده لان هاد الناس دول الاسف شديد يعني يسيئون المجتمع ويسيئون الولدات دينا اللي كيت انسبيروه في بعض الاحيان من هاد الناس يظنون انهم قدوى ما وانهم نماديج صالحة ذم معاطية الشيطة من المستوى الرديع جدا يعني الناس اللي انه من انا اه لا ادرت مقارنة ما بينهم وما بين الناس اللي التطرح افكار والناس اللي تقدم محتوى طيب يعني في حل بائع ذهب مانا يبيع الحج الريال يعني مانا يجعله يجعله يجب أن يكون هناك نسبة المشاهدة عندهم طالعة فأكيد لا يمكن أن يكون هناك واحد وفهم وقاري أنه سيكون مثل هذا الناس الأكيد هو أن أي واحد واعي وأي واحد فهم لا يضيع الوقت ويقلب على الحوج الذي يمكن أن يستفيد منها ويفيد فيها الوليدات من برامج ورسائل النقطة التي أفادت الكأس أخي الكريم هو السبب يعني في حق المحاميين المغاربة اللي سبقت وقلت لك بأنه كانت تعرضوا بزاف في الأحيان نحن كحقوقيين المضايقات وهما الوحيدين لكالقوم يعني كيوقفوا معنا وكيأزرونا لأنهم يعرفوا مدى الوطنية دينا ومدى الحب دينا لهذه البلاد وأن الرسائل دينا دائما من أجل أن بلادنا تزيد القدام الدافع الثاني هو أن هاد الناس هادوا اقتمادوا في هذا الشيء اللي غادين فيه تمادوا بزاف دي الحويش توسيع الوليدات دينا وتوسيع المجتمع فإحنا إن شاء الله هاد ولد الشينوية ما هو إلا رسالة غادين بعتوا من خلاله رسالة بزاف دي الولد الشينوية كينين في المجتمع المغربي بالأسف شديد لكيسيؤون الوليدات دينا ما هو العساء؟ السب الخطف معي طاق؟ ما بزاف بزاف إلا 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 جنا نتعمق مع ود الشينوية بوح دورا ما أجلوش السب والشتم معي طاق سيجدون أمور أخرى وهي خطيرة وخطيرة جداً كنوا واضحين الخطورة دياله في حسن؟ الخطورة دياله وأنه ممكن مستقبلاً أن نلقوا الشكل ديال الشينوية في أشكال ديال الجيل المقبل أننا نلقوا ولدتنا تأموا يبدوا يشتحوا يبدوا يلوزوا يبدوا يديروا الشيحويج اللي ما معروفهش عن الرجال معروفه عن النسق يعني المرأة مرأة والراجل راجل فهذا النوع هذا إن شاء الله إحنا هذه الشكاية ما هي إلا رسالة لأي واحد يسيء لولدتنا والمجتمع ديالنا أنه إن شاء الله سيبدأ المنظمة الحقوقية والجمعيات في المغرب أنه يحاربهم ويوضعوا الشكاية ضدهم فعلات الشكاية ستكون هنا في ضرب يضع السطات؟ لا بمدينة سطات سطات؟ سطات لأن الموستق الإقليمي الأخذي محمد سكاكي ويوضعها المعروف بمولكا سكيطا ويوضع الشكاية بعدما يعني الساشر معي كموستق وطني وكذلك أنا الساشرت مع الأمين العام فارتأينا أننا نوضعوا هذه الشكاية باش نوقفوا هذه الناس عندها الدم كم سمت له الفرقة الوطنية؟ تماما 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 تم السماء عليه من طرف الفرقة الوطنية وكذلك الهواتف ديال وراها في الخبرة نحن الأمور التي تكون عند الفرقة الوطنية لا تريد طرقها نهائيا نظرا السرية رقم واحد كذلك التيقة الكبيرة ديالنا في الدرجال الفرقة الوطنية اللي الحمد لله الملفات ديالهم يعني دائما ما كتميز بالحقانية وأن التشي واحد ما كيتضلم عندهم بالنسبة لهذا الشي اللي كي ديا ماذا يسك الى مغاربة والمغربيات؟ نبدأ هذا الشي اللي يسك الى شخصية الرجل المغربي قبل طيب المغاربة الامر يسك الى شخصية الرجل المغربي من الى كان نتكلمه على المغاربة أرى كينا أقاويل كثيرة تكلمات على من هم المغاربة فما يمكن أن هذه السيدة سننسبوه للرجال المغاربة الراجل الراجل أقول مرة مرة الراجل في المغاربة معروف بأنه لا يلوز الراجل معروف في المغاربة بأنه عنده شخصية صارمة قوية للأسف الشديدة الضاهرة إن شاء الله سنحاوله أن نوضعه لأحد كم يخص الضحايا وماذا عنده شي ضحايا أكيد فيما قلت لك بقي الأمور كلها عند الشرطة عند الفرقة الوطنية كم يخص الضحايا المتابعة نحن ما قدرناه للشكاية في إطار ما تم تسريبه من المكالمات ومن أوديوهات وكذلك في إطار هذا السب في حق المحاميين المغاربة المحاميين ثم دروا الشكاية أكيد سيكون حطاه كم يختم هذا المباشر أخو راشيد باش نختمه هذا المباشر هو أنه واجب علينا اليوم كمغاربة أنه نوقفه في وجهة الناس حفاظا على المجتمع المغربي حفاظا على أخلاق المغاربة حفاظا على الصورة اللي تعرفوا بها المغاربة فكن قولوا بأنه هذا شي ما يمكنش غادين قبلوه أنه يبقى في المجتمع المغربي دينا وشكرا